السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زالة الباكراوند وتفريغ الفيديوهات اكيد تستغرب لانكم ممنتجين يعرف انه لازم نصور على كرومة خضراء عشان نزيل الخلفية حاب اقول لك انه الميزة صارت متوفرة وفي اغلب البرامج وكل تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تفريغة في الفيديوهات فمثلا برنامج افتر فكت في الاصدارات الاخيرة بدأ يستخدم هذا الميزة ما اطوع عليك اكثر من كده نقول بسم الله ويلا بيهد في اصدار الفين وعشرين وفر شركة ادوبي اداء لاستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي بتحديد الشخصيات داخل كل فيديو وازالة الباكراوند بطرق احترافية خليكم معي عشان نعرف كيف نستخدم هذا الخاصة وكيف نستفيد منها في برنامج افتر فكت يا اهلا وسهلا بكم من جديد طبعا انا عندي هذا الفيديو الان موجود على البرنامج افتر فكت حابة الان افرغ الخلفية واحدد الشخصية واعرف كيف اعزل الشخص الموجود او اعزل نفسي عن الباكراوند واضيف اشياء خلفي بطرق احترافية في الاصدار الاخير الفين وعشرين اضافه هذه الاداة اللي اسمها اللي من خلالها نقدر نعزل الخلفية لو اضغط علي ضغطة واحدة وهي الضغطة واروح على الفيديو اضغط بارتين دبل كليك وهذه الطريقة تفتح عندي هذا الخانة الاحظ عندي فتح عندي زي الاسهم على الماوس احدد على الشخص اللي انا عايز اعزل عن الخلفية باي فيديو عندي مثلا اضغط هذه ضغطة رحيفتح عندي يبدأ يقول لي الان انت بدأت تشتغل عندك الاس behöver كم يل شغلك الان بدأ يحدد لاحظ معا احدد بالسهم بالطريقة هذه هو بشكل تلقائي يعرف ايش انا عايز احدد مباشر لو احدد فهذه الطريقة وبهاية الطريقة وبهاية الطريقة راح يحدد للشخصية بهذه الطريقة لاحظ معا الان بدأ يحدد اللي حدد الشعر بشكل افضل. يا سلام. اه باقي عندي الاذن شوية بس لو اجيب التكبير. لاحظ معي الاذن مهي دقيقة. خليه فل. تمام. ارجع على اداة الروتو بروش. اهذا الطريقة ازيدها الاذن ادخلها. والاذن هزا. لا. طبعا تقدر تمسح. تضط الت. تمسح هذا الجزء. بهذا الطريقة. راح يمسح عندك اشياء اللي انت عايزه. عشان كن دقيقين شوية لكن لو كن دقيق راح اه اطلع شغلة احترافية. مبدئيا يعني كده مقبول. ومنطقة هزا شوي. ايوة بهذا الطريقة هنا شوية عندي. يا سلام هنا شوية كان نوع تحتاج شوي. وهذا السلام. يعني لازم تكون انت تتبع آآ مكان الشخصية والماكن الدقيقة زي هذا مكان الظل عشان ايش? تكون دقيق والتحديد. هذا الطريقة. يا سلام. هنا امسح. انا شوف انت داخل على الباكراوند امسحها شوي. بهذه الطريقة. هنا ادخلها شوي. يا سلام ممتاز. هنا عندي مسح. لاحظ معي امسح الفراغ وهذا وهذا مسح. عشان يكون دقيق. هنا لاحظ معي محدد العناصر هذي وانا عايزها هنا كلها. هذه كلها لازم تكون من ضمن الشخصية ما تنعزل. بهذه الطريقة عزيل وضيف الشخصية كامل. عشان راح نشوف كيف راح نطلع بنتيجة احترافية اخر. التحديد. الان تم تحديد الشخصية. ايش اسوي بعدها? الامر بسط جدا. طبعا تضغط الان اه لو تضغط الاداة هذي اللي هي توقل الفا. راح تشوف انه الخلفية معزولة تماما. اضغط علي ضغط واحدة. شوف لاحظ معي. يقول لي الان انت عازل اللون الاحمد هذا كله معزول عن الشخصية. لو اضغط اللون الثاني وهذه الطريقة اسودة راح يعطيني خلفية سودة تماما. يعني الان عزلت الشخصية بهذا الشكل. طبعا راح نستخدم اشياء كثيرة عشان نطلع بعزل احترافي على افتر الفكرة. طيب ايش الخطوة اللي بعدها? الخطوة اللي بعدها تضغط فقط على هذا الخيار عشان يبدأ يشتغل ويبدأ يرندر الفيديو ويزيل الخلفية على جميع اجزاء الفيديو. طبعا انا قبل ما ارندر الفيديو اقدر اخذ اه اخذ دول كليك للفيديو عشان ايش اشتغل وراح اعلمكم ليش انا اخذ دول كليك للفيديو. تمام? ارجع الان على موضوعنا. اضغط له اه مباشر راح يبدأ يرندر الفيديو ويبدأ يطبق العزل على جميع عناصر الفيديو. لاحظ معي الان. بدأ يشتغل الفيديو وبدأ يحرك الفيديو حتى انتهى الفيديو. طبعا انت تتركه براحته حتى ما ينتهي ويعزلك الخلفية. تمام? اجيب لك كوباي شاي اشرب لك حاجة بعد ما ينتهي هتلاقي الفيديو جاهز وهتشتغل علي بكل الرياحية. خليك معي. نشوف مع بعض. يا سلام. الان انتهى من التفريغ. الان اه انتهى من التفريغ. الان اه انتهى من التفريغ او اروح على الفيديو الاساسي. هلاحظ معي التفريغ انا نشغل الفيديو. تستغل لانه كم متجين يعف انه لا تستغل لان انا نشغل الاسجل وعندي برنامج 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 فاتح وبرنامج جاد. خلص خليك كده. وتفريغ البيديوهات اكيد تفريغ البيديوهات اكيد تفريغ لاحظ معي التفريغ يعني الدقيق. لو انا اضيف الان اي لون اسود او اي لون انا حابه يكون بدل اخلي فيه انا كنت شغال عليها. ولا فرض ان انا تكون اللون عشان يكون يعني شوي قريب الهويتة. هذا اللون مثلا. عجبني هذا. تمام? اضيف خلف الفيديو هاي الشكل. القطع اتحكم فيه اعطيه نعومة اكثر عشان ايش يكون معي ادق. من ناحية ايش? من ناحية التفريغ. يعني تقدر تتحكم في القطع زي انت لو تتخدم الفوتوشوب تتحكم في العزل العناصر و اه دمج الاجزاء. و اضيف الى فتر بهذه الطريقة. من هنا. اتحكم في الفتر او يعني مكان تدخل القطع فيها العنصر. و اضيف نعومة. يا السلام. لاحظ معي دقة القطع. لاحظ معي الاطراف. ما في اي شي. اروح اضفة من هنا. الان رجعت عندي الخلفية الاساسية اللي خاصة بالفيديو. طيب الان اقدر اضيف اي عنصر يعني عشان كيف نستفيد من هذه الخاصية. و ايش اللي يعني استفيد منها على فرغة الباكراوند. تقدر اضيف اي عنصر خلفك زي ما نشوفها في المونتاج او عمليات المونتاج الاحترافية. هذا الشكل مثلا تمام. خليه بين الفيديوهين. انا اخذ double click من الفيديو الاول. حذفت من نوع التأثير. اللي هو تفريغوك فرامو. خلت الاول انفره. لو اجيب المربع هذا خليه خليه بالضبط. شوف. معزول تماما. اضيف الحركة من هنا من هنا. فاقدر اشتغل عليه. واقدر اجيب نص مثلا. فرض ان اجيب نص اروح اتكست. تفريغ. طيب. كبر الخط. اغير لونه. خليه من من لون هويتي. شوف لاحظ معي. اقدر اضيف اي عنصر خلفي بطريقة مميزة. حيث اني اقدر اشرح. والعناصر تكون تمر من يميني من يساري من تحت من فوق. وهذا الشي يعني راح يطيك لمس احترافية للفيديوهات اللي تشتغل عليها. وكأن الشي يعني يخلص شخص يعني يشاهد الفيديو بكل آآ بساطة. واستمتع بالمشاهدة لانه راح يشوف الفرق بين الفيديو والفيديو. مثلا اضيف نص اخر. اضف له مثلا. خليه مثلا. خليه يجي من فوق. او من اسفل لفوق وهي الطريقة. تماما? ارفع على فوق. احنا. طيب. خليه بالوسط. اضيف الاحتزاز. شوف لا حمال. اقدر اجيب اي عنصر اضيفه خلفي باحترافية. مثلا اجيب مثلا اروح عندي موشن برو. اه موشن برو. اللي فيها وفيها شيب لاير. اضيفه الان على الفيديو. واخلي خلفي. راح نشوف كيف راح نستبيد من هذا الشي. اقفل الان موشن برو. هذا هو العنصر. هنزله تحت تخلي بين الفيديو هين. بهذا الطريقة. الان راح يظهر عندي خلف الفيديو. لاحظ صار خلف الفيديو. طبعا تقدر تضع العنصر. اه الكلام. اي كلام تقدر تعدل عليه وتتحكم بلونه. لاحظ. هذا الشكل يعني انت الان اشتغلت شغل احترافي ما اخذ منك اه ما اخذ منك العملية باكة اشتغل كلها دقيقتين او ثلاثة. وحصلت على تفريغ احترافي تقدر تشتغل في عملية المونتاج في جميع فيديوهاتك. بطريقة سلسة وبسيطة. بس لازم عشان تستخدم هذا الميزة لازم يكون عندك كمبيوتر صراحة عالي للجودة. وبروسوسر قوي. وراماتك قوية لانه لحظ الكمبيوتر اللي عندي مواصفاته عالية ولاحظ فيه انه اه تهنيج في البرنامج. ما ادري انه انا مستخدم اكثر من برنامج بنفس الوقت. مضغط على الرام وضغط على المعالج شوية. لكن هذا بشكل عام كيف يعني تستفيد او كيف تفرغ الفيديو عندك بالذكاء اصناعي على برنامج من خلال الاداة الجديدة اللي اسمها روتو براش تول. اذا عجبك هذا الشرح البسيط. لا تنسى تشترك في القناة. وتفعل زر الجرس اذا انت مفعل وعشان ما تفوزك الحلقات اللي جاي لانها ستفيدك باشياء كثيرة. ختاما سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا الهنا. استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.